في آخر آيتين من سورة غافر الآية الرابعة والثمانون والخامسة والثمانون بعد البسملة آخر آيتين من سورة غافر فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين الآية السابعة والأربعون بعد البسملة من سورة النساء التي مر ذكرها قبل قليل وضعت لنا موعدا لفائدة الإيمان لمنفعة الإيمان لفائدة العمل لمنفعة العمل للتمهيد التمهيد الذي يكون نافعا لنا ما قبل هذا الموعد ما قبل طمس الوجوه ما قبل الخسف الآية واضحة وهذا المنطق هو المنطق في هاتين الآيتين فلما رأوا بأسنا الخسف في بيداء المدينة يا بيداء بيد القوم فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين هذه الرابعة والثمانون بعد البسملة الآية التي بعدها فلم يكو ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا الموعد قد انتهى كل شيء له عمر افتراضي أليس كذلك كل شيء له مقدار أليس كذلك قوانين البشر تضع المواعيد والحدود الأنظمة الداخلية للشركات وللدوائر والمؤسسات والجمعيات دستير الأحزاب والدول والأمم هناك مواعيد هناك مواقيت والدين فيه مواقيت مواقيت الليل والنهار الإيمان له مواقيت التمهيد له مواقيت هناك مجال للتمهيد إلى أن تطمس الوجوه إنها علامة الخسف فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده حينما رأوا البأس وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكو ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا الآية تبين سنة الله التي قد خلت في عباده هذه سنة ثابتة الإيمان العمل التشيع التمهيد كل شيء له مواقيت سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هناك الكافرون الكافرون منهم العنوان الأول للكافرين ما جاء في سورة المائدة في الآية السابعة والستين يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين مر الكلام من أن أسوأ درجات الكفر هي هذه فهذا كفر ببيعة الغدير إنه أسوأ من الكفر بالله لأن الآية هي التي بيّنت ذلك لنا فالآية جعلت بيعة الغدير في جانب وجعلت الرسالة بكل تفاصيلها وأول تفصيل فيها التوحيد الرسالة بتوحيدها ونبوتها وقرآنها وبكل تفاصيلها في جانب وبيعة الغدير في جانب وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الذي لا يؤمن ببيعة الغدير الآية واضحة تصفه بالكفر إن الله لا يهدي القوم الكافرين فسيكون الكفر ببيعة الغدير هو أسوأ درجات الكفر الكفر بالله سيكون أهون من الكفر ببيعة الغدير بحسب الآية هذه الآية من آيات القرآن بحسب ثقافتنا بحسب ثقافة العترة الطاهرة هذه الآية في بيعة الغدير النواصب يقولون شيئا آخر أنتم تقولون شيئا آخر النواصب أحرار أنتم أحرار لكنني أعتقد بما تقوله العترة الطاهرة من أن الآية هذه خاصة ببيعة الغدير وأنا حر مثل ما الآخرون أحرار فيما يعتقدون أنا حر فيما أعتقد الآية واضحة إذا اتفقتم معي على أن الآية في بيعة الغدير فماذا تصنعون مع هذا الوصف إن الله لا يهدي القوم الكافرين إنهم الذين كفروا ببيعة الغدير وهؤلاء كفرهم أسوأ من الذين كفروا بالله أو من الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وآله الآية واضحة في هذا وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الرسالة بكل تفاصيل في جهة والتوحيد جزء منها وبيعة الغدير في جهة أخرى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا لم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا هناك مواعيد سنة الله التي قد خلت في عباده هذه السنن كانت جارية في الأمم الماضية ولا زالت تجري فينا وخسر هناك الكافرون الكافرون الذين كفروا ببيعة الغدير أكانوا من نواصب السقيفة الذين أنكروا البيعة شكلا ومضمونا أم من نواصب الشيعة من الشيعة الذين آمنوا ببيعة الغدير شكلا يحتفلون في عيد الغدير ولكنهم ينقضون بيعة الغدير فصلا فصلا من فصولها يفسرون القرآن خلافا لميثاق بيعة الغدير يؤسسون المدارس والمساجد والحسينيات لكي يطرح فيها التفسير الناقض لبيعة الغدير مراجعهم يكتبون التفسير الناقضة لبيعة الغدير كل تفسيرهم كل برامجهم التلفزيونية كل دروسهم الحوزوية كل رسائلهم العملية ناقضة لبيعة الغدير هذا هو الواقع وإذا أردتم أن تبحثوا عن أدلة مئات ومئات من الساعات برامج موجودة على الإنترنت بالوثائق والحقائق والمصادر والدقائق فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين بعجولهم وأصنامهم الآن آمنتم الآن فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا هذه الآيات تدفعنا دفعا إلى التمهيد تطلب مننا أن نعجل في التمهيد مثل ما ندعو بتعجيل الفرج فإن الدعاء يحتاج إلى عمل الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر فمثل ما نقرأ أدعية التعجيل هذه الآيات تدفع بنا بقوة وبشدة كي نعجل نحن في تمهيدنا في واجبنا الشرعي اتجاه إمام زماننا فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هناك الكافرون عيون أخبار الرضا صلوات الله وسلامه عليه لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذا هو الجزء الثاني من طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة 83 في الصفحة الثالثة والثمانين إنه الحديث السابع بسنده إبراهيم ابن محمد الهمداني من همدان إبراهيم ابن محمد الهمداني قال قال قلت لأب الحسني علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه إنه أنيس النفوس إمامنا إمامنا الثامن في سلسلة الأئمة الاثني عشر إبراهيم ابن محمد الهمداني يقول قلت لأب الحسني علي بن موسى الرضا لأي علة أغرق الله عز وجل فرعون وقد آمن به وأقر بتوحيده حكاية فرعون لما وصل إلى الغرق فأعلن إيمانه وإقراره بوحدانية الله سبحانه وتعالى فإبراهيم ابن محمد الهمداني يسأل إمامنا الرضا لأي علة أغرق الله عز وجل فرعون وقد آمن به وأقر بتوحيده فماذا أجاب إمامنا الرضا قال لأنه آمن عند رؤية البأس البأس الشدة قال لأنه آمن عند رؤية البأس والإيمان عند رؤية البأس غير مقبول حديث واحد حديث القرآن وحديث العترة حديث واحد فيما مضى وغبر فيما جاء وحضر وفيما يأتي في قادم الأيام هذا هو المنطق العلوي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير هذا علي هكذا قال لنا المصطفى وبايعنا على هذا القيد على هذا المثق هذا علي يفهمكم بعد علي وهذا علي الرضا بعد علي المرتضى يفهمنا إنه دين علي وآل علي صلوات الله علي لأي علة أغرق الله عز وجل فرعون وقد آمن به وأقر بتوحيده قال لأنه آمن عند رؤية البأس والإيمان عند رؤية البأس غير مقبول وذلك حكم الله تعالى في السلف والخلف فيما مضى وفيما يأتي وذلك حكم الله تعالى في السلف والخلف قال الله عز وجل فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكو ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا الآيات هي الآيات إمامنا الرضا يشير إلى آية أخرى سيأتي ذكرها وقال عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا سأمر على هذه الآية أيضا لكنني قرأتها من الرواية والرواية طويلة كي ألفت أنظار إلى وحدة وحدة الموضوع فكل لما لما رأوا بأسنا وقال عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ثلاث آيات هي الآيات الأخيرة من سورة السجدة ألف لام ميم السجدة كما تعلمون هناك سورتان في القرآن عنوانهما السجدة ألف لام ميم السجدة وحاء ميم السجدة والتي تعرف بفصلات إنني أتحدث هنا عن سورة السجدة التي أولها بعد البسملة ألف لام ميم آخر ثلاث آيات من هذه السورة إنها الآية الثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون والآية الثلاثون بعد البسملة من سورة السجدة المضمون هو المضمون ويقولون متى هذا متى هذا الفاتح إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الفاتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون ولا هم ينظرون لا تُعطى لهم الفسحة ولا هم ينظرون لا ينتظر بهم أن يقدموا شيئا نافعا فقد انتهى العمر الافتراضي للعمل النافع الذي كان يمكن أن يقدموه قبل هذا الوقت ويقولون متى هذا الفاتح هذه الآيات بحسب تفسير علي وآل علي إنها في الظهور المهدوي وفي الرجعة العظيمة لمحمد وآل محمد هذه الآيات في الأجواء المهدوية المباركة ليس اقتراحا مني أحاديثهم رواياتهم لكنني لست بصدد إيراد كل الأحاديث والروايات يمكنكم أن تعودوا إلى جوامعي الأحاديث التفسيرية وستجدون صدق قولي من أن أحاديثهم صلوات الله عليهم بينت لنا أن الآيات هذه في الأجواء المهدوية المباركة ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم هؤلاء الذين طمست قلوبهم قبل أن تطمس وجوههم هؤلاء الذين مسخت حقائقهم كما مسخ أصحاب السبت أولئك مسخوا ظاهرا قطعا مسخوا باطنا أيضا وهؤلاء مسخوا باطنا فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون هم ينتظرون دنياهم دنياهم وأنتم أيها المهدويون إذا كنا مهدويين ننتظر إمامنا نحن نترقب العلامات أما مراجع النجف الذين يقفون في الصف ينتظرون موت السيستاني وهم ليسوا متأكدين من أنهم سينالون المرجعية في النجف ولكن الذي يشغل بالهم متى سيموت السيستاني على الأقل أن يقترب ربما من المرجعية ليست في هذه النوبة ربما في النوبة التي بعدها أمل طويل أمل طويل وما هم بصغار ولا هم في سن الشباب ولكنهم تعلقوا بالسلطة الدينية وهي أخطر من السلطة الدنيوية تعلقوا بها وجعلوها دينا لهم فهؤلاء ينتظرون دنياهم وأنتم أيها المهدويون إذا 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 كنا مهدويين المفترض أننا ننتظر إمامنا نترقب الأحداث التي تقع قبل ظهوره ونبادر إذا ما أقبل اليماني من اليمن كي نكون تحت رايته إنها أعلى مراتب التمهيد لصاحب الأمر قبل قبل اليماني نحن نمهد بحسبنا ولكن أعلى مراتب التمهيد ستكون مع اليماني تحت رايته ويقولون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح وأين هو ومتى يأتي قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم الذين كفروا ببيعة الغدير الذين يخاطبهم صاحب الأمر مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون لا تعطى لهم المهلة فأعرض عنهم وانتظر فأعرض عنهم تبرأ وابتعد من منهجهم ومن طريقهم حذاري من منهجهم فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون أنت منتظر يا أيها المهدوي تنتظر إمامك وهم منتظرون ينتظرون دنياهم ينتظرون مناصبهم ينتظرون ينتظرون أموالا يسرقونها من الشيعة يورثونها لأبنائهم وعوائلهم هذا هو الذي جرى في القرون الشيعية الماضية ولا زال يجري إلى يومنا هذا وسيبقى مستمرا المعطيات تقول هكذا يا ليتنا كنا قادرين على تغيير هذا الواقع لكن الديخيين من الشيعة يريدون لهذا الواقع أن يستمر أتحفون 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 بالوثيقة الديخية ترجمة نانسي قنقر تركب يعني خلافة أغميشيني كما ترون خلافة أغميشيني تشميز بغلافة وكان حالة السنون فقوش ديخ تعربيق فقوش ونصح باس كنا على وكلكم تعرفون لأنه ما رجل أجيب الأسمان عربيق قال تركب مثل ما تركب نعم وضاي ديخ وشي لا معلم إجمالي هذا الواقع الواقع الشيعة لا هو الواقع الشيعة هذا والله هذا هو الواقع الشيعة الآية الثامنة والخمسون بعد البسملة من سورة الأنعام هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك الآية هي هي التي قرأتها عليكم من حديث إمامنا الرضا صلوات الله عليه من الجزء الثاني من عيون الأخبار لشيخنا الصدوق حينما سأله إبراهيم ابن محمد الهمداني عن علة إغراق الله لفرعون وقد أقر وآمن موحدا إمامنا الرضا حدثه ومر الكلام ومن جملة ما أورده إمامنا الرضا أورد هذه الآية أيضا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك موطن الكلام هنا يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا هذا هو التمهيد أو كسبت في إيمانها خيرا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل الجانب العقائدي النظري الوجداني أما الجانب العملي أو كسبت في إيمانها خيرا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل عقائديا وجدانيا عقليا قلبيا أو كسبت في إيمانها خيرا إنه التمهيد بعينه قل انتظروا انتظروا ما تريدون تحقيقه إنا منتظرون إنا ننتظره صلوات الله عليه نحيا على هذا الانتظار ونموت على هذا الانتظار نحيا منتظرين فإن أدركنا زمانه فإننا قد انتظرناه وإذا سبق الأجل فلقد عشنا مع انتظاره ومع ذكره الشريف صلوات الله وسلامه عليه وحقيقة الحياة ليست في هذه الدنيا ما بعد الدنيا سنكون في فنائه إن كان ذلك في الدنيا أو كان ذلك بعد هذه الدنيا امامنا الكاظم باب الحوائج صلوات الله عليه يختصر يختصر كل الدين في هذه الكلمة أفضل العبادة بعد المعرفة بعد المعرفة المعرفة هي الأساس يا كميل يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة هذا قول علي وهذا قول الكاظم صلوات الله عليه أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج وسنبقى ننتظر يا بقية الله سنبقى ننتظر سننتظرك ونحن فوق التراب وننتظرك ونحن في التراب المهدويون الصادقون سيستمر انتظارهم حتى في قبورهم ولذا سيخرجون من قبورهم حينما يعلو النداء المهدوي سيخرجون من قبورهم مستجيبين لندائه المحمدي العلوي فأخرجني من قبري هكذا نقرأ في دعاء العهد اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة وكح الناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجة وسهل مخرجة وأوسع منهجه واسلك بمحجته ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي لبيك داعي الله لبيك داعي الله إن كنا فوق التراب أو كنا تحت التراب لبيك داعي الله قل انتظروا انتظروا أنتم انتظروا أنتم الذين لا تريدون أن تنتظروا إمامكم انتظروا ما تريدون أن تحققوه في هذه الدنيا أما نحن ننتظره إن كنا صادقين في قولنا يوم يأتي بعض آيات ربك في ذلك اليوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل هذا هو الإيمان بمن بالحجة بن الحسن ماذا نقرأ في دعاء الغيبة نحن نقرأ في دعاء الغيبة الذي أوله اللهم عرفني نفسك فماذا نقول اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني اللهم لا تمتني ميتة جاهلية الميتة الجاهلية تأتي من عدم معرفة إيمان زماني اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني اللهم لا تمتني ميتة جاهلية ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا كل هذه كل هذه الآيات تدفعنا دفعا باتجاه إمام زماننا في سورة طاها بعد الآية مباشرة وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ثم اهتدى لولاية علي لولاية الحجة بن الحسن ماذا نقرأ في زيارة الغديرية المروية عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه أنا أقرأ النصوص عليكم من نصوص الأدعية والزيارات من مفاتيح الجنان الزيارة الغديرية وأنه القائل لك نخاطب أمير المؤمنين وأنه القائل لك من هو رسول الله قال لك يا أمير المؤمنين وأنه القائل لك والذي بعثني بالحق ما آمن بي من كفر بك ولا أقر بالله من جحدك وقد ضل من صد عنك ولم يهتدي إلى الله ولا إلي من لا يهتدي بك وهو قول ربي عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى إلى ولايتك إلى ولايتك إلى ولايتك إلى ولايتك المعنى واحد وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا واهتدى إلى ولايتك هذه هي الآية الثانية والثمانون بعد البسملة من سورة طاها مباشرة بعدها وما أعجلك عن قومك يا موسى لماذا جئتني عجلا قبل قومك في الميقات وما أعجلك عن قومك يا موسى أجمل جواب قالهم أولاء على أثري سيأتون بعدي وعجلت إليك ربي لترضى وما أعجلك عن قومك يا موسى قالهم أولاء على أثري هم آتون من بعدي وعجلت إليك ربي لترضى فهذه الآيات مثل ما نحن نطالب بالتعجيل بتعجيل الفرج هذه الآيات تطالبنا بالتعجيل بتعجيل التمهيد والأمران مرتبطان ببعضهما وما دعاؤنا بتعجيل الفرج إلا جزء من تمهيدنا إذا كان دعاؤنا صادقا وصحيحا لأن الدعاء يحتاج إلى عمل فالدعاء من دون عمل يناسب مضمون الدعاء كالقوس بلا وتر فالآيات التي مرت علينا وهذه الآية تدفعنا تطلب منا أن نستعجل في تمهيدنا يوم يأتي بعض آيات ربك ونحن لا ندري متى سيكون الظهور إذا كان ذلك اليوم فهذا القانون هو الذي سينطبق علينا هذا القانون سينطبق علينا نحن الذين نقول من أننا شيعته ولهذا فإن الروايات تحدثنا من أن الإمام أول ما يبدأ بعي شيء يبدأ بكذابي الشيعة من هم كذابوا الشيعة البقالون الموظفون الأطباء قد يكذبون ولكن يكذبون بخصوص عملهم ربما يسرقون شيئا من مال الذين يراجعون هم الكذابون الذين هم في مواجهة صاحب الأمر هم مراجع الدين هم زعماء الدين هم زعماء الشيعة الذين تتبعهم الشيعة هؤلاء هم الكذابون الذين سيبدأ بهم صاحب الأمر هؤلاء هم الذين حرفوا الدين هؤلاء هم الذين سرقوا محمدا وآل محمد لذا فإنه سيبدأ بهم ولا يبدأ بالنجارين أو القصابين حتى وإن كانوا يغشون الناس أو كانوا يكذبون ضررهم معدود أؤلاء الضرر الكبير لمن وممن يصدر من عالم الدين فإن زلته كانكسار السفينة السفينة ستغرق وتغرق الذين فيها وزلة المرجع كذلك ضلال المرجع كذلك يهلك نفسه ويهلك الشيعة معه مثل ما يقول إمامنا الصادق في رواية التقليد ضلوا وأضلوهم وأضلوا شيعة معه ضلوهم وأضلوهم هذه هي الحقيقة الواضحة يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل إنها العقيدة السليمة والخدمة القويمة هذا هو الذي أؤكده دائما في برامجي وخصوصا في هذا البرنامج منذ بدايته وإلى هذه اللحظة أؤكد في حديثي العقيدة السليمة والخدمة القويمة يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل لم تكن قد وصلت إلى العقيدة السليمة أو كسبت في إيمانها خيرا لم تكن قد قدمت الخدمة القويمة واقع حالنا ما هو قل انتظروا أنتم انتظروا أنتم لا تريدون العقيدة السليمة ولا تريدون الخدمة القويمة أنتم تريدون نتاجا تنتجه لكم حوزة النجف من منابع العيون الكدرة القذرة تريدون هذا فانتظروا نتاجكم إنا منتظرون إذا كنا صادقين فيما ندعي من انتظارنا لإمام زماننا ماذا تقرؤون يا أيها الشيعة في زيارة آل ياسين أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان وهذه الزيارة أرسلها إلينا إمام زماننا من دون أن يتقدم أحد بطلبها زيارة آل ياسين إنها زيارة إمام زماننا المعروفة التي أولها سلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله لبيك داعي الله لبيك ونحن فوق التراب لبيك ونحن تحت التراب ماذا نقرأ في هذه الزيارة الشريفة الزيارة عرض لعقيدتنا في خطوطها الإجمالية إلى أن نصل في قولنا مخاطبين صاحب الأمر وأشهد أنك حجة الله ومن غيرك حجة الله وأشهد أنك حجة الله يا بقية الله وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر هو هذا المدار أنتم الأول والآخر كما قال الكاظم صلوات الله عليه أفضل العبادة بعد المعرفة إنها معرفتهم ماذا بعد المعرفة انتظار الفرج انتظار فرجهم هم الأول والآخر وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ألا لعنة على علم الرجال ألا لعنة على علم الدراية والأصول والكلام ألا لعنة على المنهج الطوسي النجفي ألا لعنة على هذا المنهج وفقا لذلك المنهج دمرت ثقافة أهل البيت تلاحظون أن الآيات والروايات والأدعية والزيارات تتناسق فيما بينها وتتسق في مضامينها وتشكل لنا منظومة متسلسلة متواصلة في أبهى صور العقيدة وفي أجمل مناظر الفكر إنني أتحدث في أجوائنا الشيعية لا شأن لي بالآخرين ألا تلاحظون التعانق الواضح بين كلماتهم في زياراتهم وأدعيتهم وأحاديثهم وبين كلمات قرآنهم صلوات الله عليه وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا العقيدة السليمة الخدمة القويمة أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج بتعبير واضح العقيدة السليمة والخدمة القويمة ترجمة نانسي قنقر